لا يتم النقل على مؤشر ترابط واجهة المستخدم وهذا ليس سيئاً في الواقع من الجيد أن لا يحدث ذلك على مؤشر ترابط واجهة المستخدم تمثل عمليات نقل البيانات جزءاً لا يتجزء من معظم تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة لكن المشكلة في حدوث النقل على مؤشر الترابط المرتبط خلال بقائه بمكون واجهة المستخدم والذي يمثل نشاطاً في هذه الحالة فإذا تم إنهاء النشاط بواسطة شيء ما مثل تدوير الشاشة سيتم إنهاء النقل أيضاً